موسيقى لليوم الخامس على التوالي تمنع سلطات الاحتلال هذه الشاحنات من الدخول الى القدس والاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين تحمل هذه الشاحنات منتجات خمس شركات فلسطينية خاصة بالالبان واللحوم القرار الاسرائيلي دفع بهذه الشركات الى تنظيم وقفة احتجاجية على معبر بيتونيا التجارية تطالب بإلغاء هذا القرار صباحة يوم الاربعاء بنتفاجأ ان هاي السيارات بتم إبلاغ سائقيها انه انتوا ممنوع تدخلوا للقدس جهات الرسمية الفلسطينية بتعلمها انه هي عندها علم بهذا الموضوع ولكن هي كانت تتواصل وتحاول انها تلغي هذا القرار طبعا العلم تبين على اقل تقدير انه هي عندها علم من شهر اثنين ولم يتم إبلاغ اي شركة فلسطينية بهذا الحديث بعض المصانع بلغت منتجي الحليب الموردين لها بتخفيض كمياتهم حتى خمسين وستين في المائة من انتاجهم وهذا معناه كارثي بالنسبة للمزارعين ونحن نتكلم عن قطاعين حسسين حليب ينتج يوميا وصيا عيوميا ونسوق يوميا غير قابل لا للتخزين ولا لإطالة عمره أو التصرف به على اين نحن الخطوة الاسرائيلية هذه تشكل خطرا كبيرا على منتجات تلك الشركات فبعضها يسوك أكثر من خمسين بالمئة من منتجاته داخل القدس والأراضي المحتلة إضافة إلى خسائر في السوق الفلسطيني تقدر بمليار ومائتي مليون شيكل سنويا إذا كان إسرائيل تتخلى على الاتفاقات وبالذات اتفاق باريس والنص صراحة على ضرورة أن تتحرك البضائع بالاتجاهين بحرية وبدون موانع وإذا أقدمت إسرائيل بشكل رسمي على هذه الخطوة فأنا أظن يصبح أمام الفلسطيني الآن هامش أوسع للتخلي عن جزء من الاتفاق وعادة صياغة العلاقات الاقتصادية وأظن هذا يتماشى أيضا مع قرارات المجلس المركزي التي تم تبنيها قبل أكثر من عام المتضررون من الخطوة الإسرائيلية دعوا السلطة الفلسطينية إلى التعامل بالمثلة ومنع المصانع والشركات الإسرائيلية من تسويك منتجاتها في فلسطين ما هو مطلوب من السلطة أن تأخذ دورها بقوة وبإصرار المنتجات الإسرائيلية تسوق داخل أراضينا بأرياحية كاملة جدا لا يوجد أي عقبات لها فيجب أن يأخذ الموضوع بشكل حازم ويوقفوا إدخال منتجات الإسرائيلية إلا إذا دخلت منتجاتنا إلى داخل القدس وتم تسويق بأرياحية كاملة ومن شأن ذلك القرار الإسرائيلي أن يؤدي إلى تخفيض أعداد العاملين في الشركات الخمسة التي تمنعها إسرائيل من تسويك منتجاتها لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني هشا عندما يتخذ قرار بمنع مواد غذائية من اجتياز حاجز أو معبر لسنا في شاحنة ممنوعات أو مخدرات أو أسلحة إنها شاحنة من المواد الغذائية وجميعها من الألبان هي ممنوعة من دخول القدس بقرار إسرائيلي ليس إلا سوى أنها صنعت في الأراضي الفلسطينية جاد قاسم تلفزيون وطن من أمام معبر بيتونيا التجاري قرب مدينة رمالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر